بمناسبة نحن بنتكلم مع حضراك على الكابتن الخطيب عايزة ورى لحضرتك حاجة وحكي لنا انت بقى القصة دي لان قصة حنورها لنا حنقول لحضراك على المطش ده كابتن الخطيب لابس رقم كامل وحضراك كنت لابس رقم كامل عشرة اهو بتشوف بص يعني خليه رجع اللقطة تاني رجع لحضراك دي بعد اذنك هتلاقي اول واحد حضنه اه حضرتك ده الجون التاني اه اه ده الجون التاني برقم اتناشر اه هم من اول هاي هي تجون الاول اهو كابتن الخطيب اتناشر انا اللي حروح له يعني انا اللي حروح له وعشرة مين بقى انا بيواحدون اتناشر احكي لنا القصة بص الجول دوت حتى انت لما يعني ما تكاد كابتن الخطيب لما تسأله من احسن لجوال اللي جابها يعني في مرة كان هو حد مستضيفه وكان عايزنا افكره بالجول ده اه الكرة دي كان نحية الشمال قوي وانا عملت برس وعملت تاكلنج على الكرة وزقتها للخطيب الخطيب كان ضهروا للجول ضهروا للجول ضهروا للجول الماتش دوت من ضمن احكي لنا القصة بقى بتاعته من عشرة او اتناشر كابتن جواري الله ارحمه اه 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 ده في بطولة افريقيا اتنين وثمانين اتنين وثمانين وجاء قال احنا الماتش دوت احنا عايزين نموه على الناس دي اوكي اه في صورة عندي حتى معرفش ايه عندوكو هنا في القرشيف ولا لا اه في شبه في شبه بيني وبين الخطيب كنا طبعا شعرينه كبير كده وقال حتى انت هتلبس اتناشر خطيب هتلبس اتناشر ومحمد عمر يلبس اتناشر اوكي اتشبه بعض اه عشان اه في شبه شوية من بعض بالشعر اللي هو الكنيش بقى زمان ده وكلام من ده اه فطبعا نزلت البلعب طبعا انا الخطيب معنا لبس عشر لبس عشر وهم الافار قدام ان يقولك يقولك البصريين كلهم شبه بعض اه واحنا بنقولها لهم كلهم شبه بعض يعني برضو ما تقدرش تحدد ملامح حد فيهم لهم كلهم بلاك يعني نعم فأنا بقى هم نزلين عشان يمسكوا الخطيب وخدت انا ضرب معروف بقى اللي هو اللي يمسك رخم عشر عايب هو الخط خطيب ما اخدوش يعني آآ آآ بيضربوني عشان انا ما ما اجيبش جوله بتاعنا اعلنا الخطيب خدت خدت ضربت ضرب طول الماتش آآ بس انا بقى كنت مستحمل لانا آآ بقى كسبنا الماتش آآ 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 وطبعا السنة دي كانت سنة يعني كابتن جهري بصراحة من الناس اللي كان بيوظفنا صح آآ بيه آآ بيه آآ قال لنا يعني في اول في بيضات البطولة كان قال لنا الماتشات دي البطولة دي احنا ناخدها في اول نص ساعة آآ آآ ننزل نخلص الماتش في اول نص ساعة آآ اول خمس عشر دقيقة بننزل بنضغط علمنا ازاي نضغط الضغط الجماعي والضغط العالي من قدام ازاي نضغط وازاي ما يبقاش واحد بيضغط والتاني لا ازاي نضغط الضغط الجماعي ازاي نجيب الكرة بأسرع ما يمكن فعيه فكنا فعلا لو لو اللي الناس بتدور على لي دلوقتي يا كابتن ايوة يعني لا هو ده الرجل الرجل كولر كولر بيعمله بيعمله يعني ده من 82 آآ من 82 كابتن جهري كان علمنا ازاي نضغط ازاي نضغط ضغط جماعي ايه انت بتضغط اربع العيبة ولا خمس العيبة بيضغطوا لو اربعة ضغطوا واحد ما ضغطش يبقى ما ضغطتش صح خلاص مش هتغط الكرة صحيح فكان ازاي خلينا يعني اللي وراه يبقى بمتابع اللي قدامه يعني تعرف خطوط صحيح فلما بنجي نضغط واحد قدام واحد وراه واحد وراه التاني او شمال فكله بنضغط كنا بنجيب الكرة بسرعة جدا كنا بنجيبها بيبقى عارفين حنعمل فيها ايه كان فيه بمتشات كتيرة قوي من بنا كنا بنقطع الكرة في الثمنتاشر بتاعنا تلاقي الكرة دي وصلت وجبناها جول بتلات لمسات يعني لو جبت ماتش كتوك تلاتة سفر هتلاقي فيه جول من الجول انا قطعتها حطتها العلاقة مهيوب علاقة مهيوب حطتها المصطفى عبدو صفى عبدو بالعرض جول يعني اربع لمسات اربع لمسات الملعب كله اوكي الملعب كله فطبعا لو دي الصورة اي وهي دي الصورة اهو فيه شبهة يعني فقال لك وكابتن جواري طبعا بيفكر في كل حاجة خلي بالك كابتن جواري ده الله يرحمه كان يعني اسطورة في التدريب فكان بيفكر في كل حاجة فعايزين نكسب الماتش وعاوزين الخطيب يعني مهمته سهلة مفيش مراقبة فقال لك انت تلبس عشرة ويلبس اتناشرة انت لتتدرب انا تدربت وانت لتدرب كسبنا الماتش كسبنا الماتش هل دي تعتبرأ خطة لعبة يا كابتن؟ لي لا خداع خداع يعني هو بقى الرقابة بقت علي وهو بقى حر وكسبنا الماتش وكسبنا الماتش وحط من احلى هدافه في الماتش يعني كان ماتش جميل بصراحة